شارل كيف قرأت بعض المواقف من شخصيات تدور في فلك حزب الله إلى حد ما منه إعلامي ومنه سياسي وغيره على سبيل المثال الوزير ويقام وهاب الوزير السابق ويقام وهاب الإعلامي سالم زهران ناصر أنديل يعني هؤدي الشخصيات اللي عم بيدوروا بفلك حزب الله لما تلاتتهم إذا بتجمع لهم ماقيل هو كان تركيز على خالد مشعل تحديدا وعم بيقولوله مش أنت اللي بتفوتنا بالحرب أنه أنت اللي قاعد بفلال وبأسور وعايش بالأي سي وعايش بقطر وعايش ما بعرف وين مش أنت اللي بدك تفوتنا بالحرب هذه الرسائل التلاتة من هؤلاء الأشخاص التلاتة اللي أنا بيعتبرهم رموز يعني عندما يتكلم سالم زهران بتعرف مين يعني عم بيحكي ولما يحكي ويأم وهاب يعني أنت بتعرف من أي مصادر عم بيحكي ولما يحكي ناصر أنديل كمان يعني شو الفكرة من إظهار أنه خالد مشعل وحركة حماس ما رح تقدروا تجرونا نحنا كحزب الله ولبنان إلى الدخول في الحرب روحوا على اللي عم بيدعموكم خلواهن يدفعوا التكلفة مش نحنا كيف بتقرأ أنت كشارل جبور وكقوات لبنانية هذه المواقف أنا صراحة بشوف هذه المواقف بش بالاتجاه اللي أنت إستسطوني حطيته أنا بشوف أنه هني عم بيجربوا يميزوا بين داخل حماس بين موقف خالد مشعل يلي واضح أنه في مآخذ عليه من قلب الحركة حماس ومحور الممانعة باعتبار أنه لا يريد الذهاب إلى الحرب وعنده موقف متميز عن القيديين العسكريين بحماس اللي أخذوا راحوا بهذا القتال وبهذا الحرب وبين خالد مشعل ولذلك هني كلهم عم بيعملوا عم بوصلوا رسالة الحزب لخالد مشعل وعم بيوصلوا رسالة حماس أيضا عن لسان مقربين من حزب الله بموضوع حالد مشعل أنه أنت خليك مطرح ما أنت لما قامت به حماسي مصر عليه وبالتالي واضح أنه حماسي اللي عملته عملته من دون معرفة خالد مشعل وبإرادة ومكانة عسكرية البعض من محوركم عم بيقول أنه التسويق لهذا الموضوع من بعض المقربين من حزب الله اليوم هو لا يقول لجمهوره ولا ناسه ولا بيته أني أنا ما شركت بالحرب مش لأني ضعيف أو لأني خايف أو لأنه ما عندي مصلحة يعني أو مكاسب معينة أخدها ما شركت أنا ما شركت حفاظا على لبنان كي لا أورط لبنان ولن أدع أي حدا يدخلني بالحرب بحربه هو ساعة اللي بده في ناس هيك ريوة أنت بتقول أنه هالقراءة صحيحة إلى حد ما الأمور تقاس الأمور تقاس بخواتيمة كل الأمل أن لا يدخل حزب الله في هذه الحرب كل الأمل وهذا شيء أكيد نتمنى بس ولكن اللي منعرفوا كلنا أنه في محور ممانعة وفي أزرع لإيران وهذه الأزرع بالوظيفة الإقليمية قرارة في طهران وليس ملكة وبالتالي إذا قررت إيران أن يدخل حزب الله الحرب سيدخل حزب الله الحرب هلأ لا شك أنه ما حدا كان متوقع السلسوني لحماس كانت متوقعة ولإسرائيل متوقعة ولحزب الله متوقع ولإيران متوقعة أنه هذه العملية تروح بهذا البعد يعني كأنه كان المخطط هو يكون 4 كيلومتر 11 كيلومتر 12 كيلومتر ما حدا متوقع تروح الأمور بهذا الشكل وبالتالي لكل اليوم مواقع مصدوم بدي أسألك سؤالات عدة أسئلة بس بدي منك إجابات سريعة عليها هل أنتم مستعدون كقوات لبنانية أن توجهوا شكرا لأمين عام حزب الله أنه إذا ما شارك بالحرب أنك لم تشارك يعني هل أنت عمستعد تطلع تقول له شكرا لم تورت لبنان بحرب هل لديك هذه الجرأة أن تقولها إذا لم يشارك حزب الله في الحرب لا بالتأكيد نقول شكرا بحالة بحالة واحدة وحيدة لسيد نصر الله إذا في حال سلم سليحه للدولة اللبنانية وبالتالي غير ذلك لا شكر إطلاقا لأنه إذا لم يدخل بالحرب بتكون الاعتبارات إيرانية يعني أنه لم يدخل في هذه الحرب يعني شكلك مش ناوي تقول له شكرا بمكان ما أن تتجنب لا بكأنك من أن تريد أن تتجنب خسارة ورقة حزب الله على غرار خسارة ورقة حماس يعني بالمبدأ يومنا بشير جميل يعني صارت المعادلة عند إذا بقيت حماس لن تبقى إسرائيل وبالتالي يومنا بشير جميل شارك بدي أمشي بسرعة الحال هو أسئلة من قال أن أسرائيل هي لن تبادر نعم أوكي بدي أمشي بسرعة ما المعروف لأنه خلص الوقت يومنا بشير جميل ابنة رئيس بشير جميل عملت تغريدي قالت فيها لسنا مع إقحام لبنان بحرب لا دخل له فيها ولكن إذا فرضت الحرب علينا سوف نقف إلى جانب كل لبناني مهما كانت طيفته أو رأيه أو انتمائه لا لون لوطنيتنا ولا حدود بين قرانا ومدنة على العشر تلاف واربعمائة واثنين وخمسين كيلو متر مربع هذه هي ابنة بشير جميل مؤسس القوات اللبنانية أنتوا اليوم توافقون على ما قالته يمنى أو لا موقف السيد يمنى جميل موقف خاطئ وقد صحح هذا الموقف النائب نديم جميل ابن طبعا طبعا موقف خاطئ وقد صحح هذا الموقف الخاطئ الشيخ نديم جميل لأنه ما فيه بلبنان مواطنين درجة أولى بياخدوا قرار الحرب ومواطنين درجة تاني هني بيديروا الكوارث الناتجة عن الحرب هذا الأمر مرفوض قرار الحرب يجب أن يكون بيد اللبنانيين بيد جميع اللبنانيين ما فيه فئة هي بتقرر عنهم والفئة التانية هي تابعة وملحقة وبتقرر هي إدارة ما ينجم عن هذه الحرب من كوارث ولذلك موقف خاطئ قرار الحرب مش نحن كاللبنانيين عم نقرره من يقرر هو إيران من خلال حزب الله هل صحيح يعني أنت توافق رأي من يقول اليوم من معارضي محور الممانعة أن ما قامت به حماس في فلسطين هو من أجل حماس ومصلحة حماس وما تسوق له حماس يعني بتلميح إلى إعادة صورة تحسين صورة الأخوان المسلمين وصورة المنظمات المصنفة إرهابية وحد أنه هذا ما كان يهم حماس باستخدام الشارع واستعطاف الشارع وليس تحرير فلسطين كما قيل أنت بأي شق بتشوف اللي صار الصحيح أن عملية حماس العسكرية أدخلتها التاريخ ولكنها ستخرجها من الجغرافية ستخرجها من جغرافية غزة ولن يكون بالمبدأ يعني لن يكون اليوم دوليا موقف الأمريكي الأوروبي الإسرائيلي العربي لن يكون لحماس أي دور سياسي في المستقبل هذه الحركات لا تؤمن إلا بالعنف وهذه الوسيلة بالعنف على رغم أن إسرائيل تبرر من خلال رفض إعطاء الشعب الفلسطيني حقه بإقامة دولتين وإسرائيل مخطئة تماماً بطريقة مقاربتها للملف الفلسطيني ولكن حماس لم تكن تتوقعها لم تكن تريد بالتأكيد أن تكون عمليتها بهذا الشكل فلتت الأمور منها وبالتالي هي تدفع هي وإيران سمن فلتان هي اللي حصل من قبلها وبالتالي أصبحوا في موقع المتلقي لمشهد جديد اللي بدي أقول لك هي استثنوني أنه إيران خرجت من القمقم نتيجة عملية 11 أيلول 2001 وحرب غزة ستعيد إلى القمقم من جديد طيب إذا اليوم يعني فضلت أن تفضل بين نتنياهو وبين هنية يعني بين نتنياهو وبين هنية مين بتفضل؟ أنت كشال جبور لا هذا ولا ذاك نحن نريد السلام مبادرة السلام العربية 2002 نريد حل الدولتين نريد إنهاء إسقاط هذه الزريعة بأنه مقاومات خارج الدولة اللي حدثت عنها آخر قمة عربية أنه دولة مع ميليشيا مثل ما كانوا موجود بكل المحاول الرمصية تلعنها إيران المطلوب اليوم أن تؤسس هذه الحرب عطول في فرص على رغم الفرص تجي على الدم وبالحروب وهذا أمر مؤسف الأمل أن تؤسس هذه الحرب المؤسفة والمدمرة والمرفوضة اللي عم بتسير أن تؤسس السلام حقيقي يؤدي إلى حل الدولتين وأن ننتهي من هذه المقاومات اللي دمرت شعوبة أكثر ما دمرت إسرائيل في ختام هذه الحلقة هل صحيح أن جاءك تأنيب من معراب من قيادة القوات اللبنانية على ما ورد في مقابلتك السابقة أنه اتصلوا فيك من معراب وأنبوك على هذه المواقف اللي إلتا صحيح هذا كلام صحيح وقيل لي بشكل واضح أنه كان ممكن أن أعبر نفس المضمون ولكن بشكل مختلف الشكل كان مستفزا وبالتالي ما تقوله صحيح شكرا لك شارل جابور رئيس جهاز الأعلام والتواصل في حزب القوات اللبنانية كنت معنا في حلقة خاصة من توتر عالي عبر منصاتنا في المشهد وقناة المشهد تصبحون على خير